اهلا بكم في حلقة جديدة في الصوم في حياة شخصية كتابية نهاردة بنعمة ربنا ناخد شخصية كرنيليوس كرنيليوس في أعمال الرسل صح عشرة كان رجل يعني مؤمن بربنا بإله لكن هو معرفش لسه يعني الإله الحقيقي وكان أممي فربنا بعت رسالة قوية جدا واضحة جدا لبطرس الرسول أنه هو يروح لكرنيليوس ويكلمه عن الخلاص ووقتها قبلها كان ربنا بعت لكرنيليوس ملاك يكلم يقول له في حد هيجي لك يعني يقول كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك والكتاب المقدس بيقول في صفر العمالة صح عشرة عن كرنيليوس أنه كان إنسان قائد مئة من الكتيبة التي تفضع الإيطالية تقي خائف الله يصنع حسنات كثيرة للشعب يصلي إلى الله في كل حين لما ظهر له الملاك وقال له صلواتك وصدقاتك صنعت تذكار أمام الله وإرسل إلى سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك لما سمع الكلام ده وطبعا كان بطرس إستب بلد تاني يروح يجبوه المقدس ده خد أربع تيام كرنيليوس عمل إيه في الأربع تيام دي؟ عارفين عمل إيه؟ صام قعد صايم ما كانش حاجة أربع تيام وطبعا ده حاجة يعني بتبكتنا يعني ده إنسان أممي لسه معرفش الخلاص وعاوز يستعد رسالة الخلاص استعدات حلوة قوي فمن كتر اشتياؤه من كتر احتياجه من كتر يعني فرحته بالنعمة الكبيرة دي فقال لا أنا مش أكل حاجة لحد ما أسمع رسالة الخلاص دي لما جاء بطرس الرسول جاء له البيت كرنيليوس قال له تعبير مهم قوي قال له منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما يعني أنا قدي لأربعة أيام ما كانتش حاجة نستني عشان كده ربنا قد نعمة كبيرة قوي لما بطرس ابتدى يتكلم معهم حل الروح القدسة على كرنيليوس وعلى كل اللي في البيت ودي كتأول علامة في الكنيسة الأولى على قبول الأمم اللي هي في أعمال الرسالة صحة عشرة هنا بيباين ربنا قد إيه يعني كرنيليوس ده إنسان جميل أو إنسان حلو أو الخشو عنده عالي أو التقو عنده عالي جدا وطبعا ده بيقول لنا إحنا كمان إزاي إحنا بنستعد الرسالة الخلاص في حياتنا وإزاي إحنا ما بندخل في الصوم الكبير ودخلين بعدها على البصخة وعلى موت المسيح وإيامته إزاي يكون استعدادنا حلو وإزاي يكون خشونا كتير وإزاي يكون إحنا كعلا فرحانين مشتقين محتاجين إن إحنا نشوف الخلاص ده الكبير العظيم ده في حياتنا كلنا ربنا يدينا كلنا نعمة لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين